ثلاثون قتلا خلفهم معصار أيانا الذي دمر أيضا مناطق حدة في ولاية فلوريدا وتسارع تقدمه باتجاه كارولينا الجنوبية حيث يتوقع أن يسبب رياحا قوية قد تصل سرعتها إلى ثمانين ميلا في الساعة وسيولا وأمطارا غزيرة بحسب المركز الوطني الأمريكي للعاصير الذي وضع منطقة الساحل بكاملها من جورجيا إلى كارولينا الشمالية في حالة تأهب وسط دعوات السلطات المحلية سكان البلاد إلى سرعة استكمال كافة الاستعدادات لمواجهة العاصفة في حلقيا خمسة وأربعون شخصا حتفهم في منطقة كيسمي قرب أرلاندو وتم إجراء سبعمائة عملية إنقاذ معظمها عن طريق الجو وسط حصيلة لخسائر مادية تاريخية فيما استعملت السلطات في الولاية مراكب لإنقاذ سكان محاصرين في منازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه إلى حد غير مسبوق واستمار البحث عن سبعة عشر شخصا من ركاب قارب للمهاجرين أنقلب الأربعاء قرب أرخبيل كيز وبعد تراجعه إلى الفئة الأولى أصبح إعصار آيان يحمل رياحا سرعتها مائة وأربعين كيلومتر في الساعة ما خلف أيضا أضرارا في الأراضي الداخلية فيما ظل نحو 1.9 مليون شخص دون كهرباء وبحسب تقديرات أولية قد يكلف مرور الإعصار من كوبا إلى فلوريدا وباقي الولايات شركات التأمين 47 مليار دولار وسيؤثر في النمو الأمريكي خصوصا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية فضلا عن الأضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي ترجمة نانسي قنقر